سلام عليكم واسعد الله وقاتكم كل خير وصحة وسلامة ويوم سعيدة على الجميع وتقبر الله طاعتكم حياكم الله معاي في حلقة جديدة من حلقات غربان في رمضان واللي رح ناخذ فيه اليوم سيارة عائلية ولكنها فخمة ويمكن ان ظلمت شوي عندنا في الخليج ما اخذت حقها بالرغم من الامكانيات الهائلة الموجودة في السيارة هذه واللي هي اللينكون الافيتر او الملاح واللي اتكلمت عنها قبل تقريبا وقت كورونا او بعد كورونا بشيء بسيط وان سيارة هذه فعلا كانت مظلومة لذلك هي ضيفتنا اليوم وقبل ما ندخل في حلقتنا احب اني اشكر الشركات اللي مشاركة معنا في هالموسم واكيد الرعاة الرسميين اللي معناها السنة لو بنتكلم عن اللينكون الافيتر احنا نتكلم الآن عن الجيل الثاني الجيل الاول كان جاي على استحياه في الالفين وثلاثة كجس نبض من اللينكون وما طول يمكن سنتين ووقفت اللينكون الى تقريبا الالفين وعشرين واللي طلعت لنا اللينكون الافيتر الجديد ولكنه صار له وقت تقريبا ثلاثة واربع سنوات قاعد يشتغلون في السيارة هذه او على السيارة هذه فاول شيء يهمنا في السيارة هذه اللي هو الشاسي الجديد اللي طلعتها اللينكون والفورد بنفس الوقت اللي هو اللي يسمونه CD6 نفس الشاسي اللي موجود في الفورد اكسبلورر اللي يكون مبني على شاسيه محرك امامي ودفع خلفي ولكن اكيد السيارة بتكون دفع رباعي الشيء هذا عطاها ديناميكية افضل قيادة امتع امكانيات السيارة صارت افضل سمعة السيارة صارت احلى لما تتكلم على سيارة شبابية فيفضل دائما انك تسمع انها تكون دفع خلفي لما تكون دفع امامي فتحس ان السيارة سيارة عائلة فقط لا غير لكن لما نقول لك والله السيارة هذه لا مبنية على شاسيه دفع خلفي هنا الامور تتغير كليا رح نشوف ان السيارة هذه دفع خلفي ولكن بتكون دفع رباعي التصميم الخارجي جميل اي زاوية تشوف السيارة هذه فيها جميلة لو تشوفها من قدام فعلا كل جزء او كل انش او كل سانتي في السيارة هذه مدروس لا ايضاءة لشبك الامامي للالوان ابعاد السيارة ولا اروع لو تجي تشوف السيارة من الجنب رح تشوف انسيابية في سقف السيارة روعة يحسسك ان السيارة وهي واقفة كأنها قاعد تمشي تصميم الرنقات تصميم الجنوط خلفية السيارة حطيلك اربع فتحات عادمة وفتحات الاكزوز فعلا شكل السيارة من بره جميلة تعطينا فخامة النافيجيتر ولكن بحجم اصغر ولكنها مليانة فخامة ومليانة على قولتهم ثقل التكنولوجيا فعلا اللينكن اشتغلتها على السيارة هذه بمستوى ثاني مختلف عن الاكزوز بورا يكفيك ان السيارة هذه لما تجيها وتفتح السيارة يكفيك انها تنزل انحناءا لك احتراما لك علشان تركب في هالسيارة وتخفف او تسهل ركوب اهلك معك في السيارة او اطفالك او حتى الوالد والوالده فرح نشوف ان النظام التعليق اللي في السيارة هذه جدا متطور وجدا معقد رح نشوف ان فيه كاميرا امامية تقرأ الطريق وبعدين تبدأ تستجيب وتجهز نظام التعليق للحفرة اللي قدام للمطبة اللي قدام علشان تعطيك اقصى درجات الراحة والفخامة المحرك نفس الشي عطتها محرك ولا غلطة ستة سلندر في سيكس توين تيربو اربعمية احصان خمسمية واثنين وستين نيوتم متر العزم اللينكن عطتك من الاخر ما قلت بعطيك محرك صغير محرك اقوى عطتك محرك من الاخر جبار يريحك لما تكون داخل المدينة يريحك لما تكون في السفر انت شباب تبي تستمتع بالسيارة تبي تدوس فيها امكانيات وفيها قوة جدا ممتازة طبعا اكيد بيكون مربوط مع غير الفورد والجويند فينتشر مع كدلك او جنرال موترز اللي هو العاشر سرعات اللي يوفر في استلاك البنزين وطبعا اكيد القير هذا بتكون برمجته انه يكون مريح ما تحس في تغييرات القيور في السيارة هذه وخلت التحكم فيه يكون زي ازارير البيانو فلح نشوف ان اللينكن اشتغلت على السيارة هذه بحيث انها تعطيك احساس الطيران احساس انك تشتغل على بيانو الاصوات الميوزيك او اصوات انك خلت الباب مفتوح او تبي تشغل السيارة او تركت الإضاءة مفتوحة او التحذيرات كلها اصوات بيانو ما تحس انك راكب سيارة تحس انك داخل فيه مسرح سينمائي او مسرح غنائي او في فندق خمس انجوم وفيه وحدة هناك قاعد تعزف او تلعب على البيانو التكنولوجيا اللي موجودة نفس الشيء في الكراسي ما نحن ترقها في كراسي سيارة ثاني عندك تقريبا ثلاثين وضعية تقدر تتحكم في كراسي السيارة هذه فصعب انك تركب في الانكن الافيتر وتقول الكرسي صراحا ما لقيته الوضعية اللي تريحني كل شيء في الكرسي هذا له وضعيته تقدر تكبر الكرسي تقدر تمدده تقدر تقسره تقدر تحرك الاكتاف الارداف الافخار كل شيء تقدر انك تشغله عندك المساج عندك التهوئة عندك التسخين ما ادريش اقولك صراحا وش بقى في الكراسي هذه ما خلوه يكون موجود فيها وتجي السيارة هذه بثلاث صفوف وتقدر تخلي الصفوف اللي في الوسط تكون اياه متصلة تاخد ثلاث ركاب او منها تكون الكابتن تشير اللي تكون مفصولة كرسيا في الوسط وفي بينهم كونسول في الوسط علشان يعيشون الركاب اللي موجودين في السيارة بالكامل باقصى درجات الراحة والفخامة ولكنك تتخيل في هالسيارة وتسافر فيها مثلا خمسمائة كيلو او حتى ألف كيلو وعندك جميع امكانيات الراحة والفخامة وسقف البانوراما والمساج والجلود الفخمة والمواد اللي متعوب عليها والضرايش والشبابيك اللي تعطيك شراحة في السيارة هذه الجميلة وزد عليهم كلهم حرك يبيض الوجه حرك يشيل السيارة ويشيل اللي داخل السيارة وعندك في الدبة في مساحة خلفية ممتازة حتى لو كانت الثلاث صخوف في وضعياتها يعني تقدر تاخذ أطفالك معك عائلتك معك وتكون ثلاث صفوف شغالة وعندك مساحة معقولة في الخلف بس يبيركم تسافرون وانتو خفايف يعني ويكند خفيف كذا تروحون وترجعون مثلا تروحون شاليه يومين وترجعون وبما أن المحرك جبار فأحيانا ودك أن يكون في عندك تحكم إضافي في المحرك هذا ممكن تبغى يكون أداءه رياضي أو لتسميه اللينكن التفاعلي ممكن تبغى يكون موفر في الطاقة ممكن تكون أو أنك تبغى يكون قيادة عادية أو أنك في أماكن زلقة مثلا فعندك الكثير من الوضعيات والجميل أنها تتحرك عندك الشاشة وتتغير على حسب الوضعية اللي أنت مختارها في السيارة الجميل في الشاشات أنها اللمسات أو الإضاءة أو الألوان اللي موجودة فيها مريحة جدا للعين حتى التتش فيها ما رح يكون سريع جدا وما رح يكون بطيء جدا فالسيارة هذه تبغى يكتركب وأنت رايق ما أنت مستعجل راكب وأنت على قولتهم عندك وقتك الكافي أنك تطلع في سارتك وتستمتع في الرحلة سواء كانت الرحلة هذه الوظيفتك أو دراستك أو أنك تبغى تطلع إجازتك وتستمتع أنت سواء كانت الحالك أو معك أحد في سيارتك حتى الساوند سيستم متعوب عليه عندك 28 سبيكر في السيارة ممكن ما رح تلقى ممكن زاوية ما رح تكون موجودة فيها هالسبيكر أما لو بنتكلم عن وسائل الراحة والأمان والعملية ووسائل مساعدة الساق فكل الأنظمة اللي ممكن تتوقعها بتكون موجودة في السيارة هذه رح تشوف الكاميرات الـ 360 درجة رح تشوف الأنظمة اللي تمنع الاستدامة الأمامي رح تشوف الأنظمة اللي تمنع الاستدامة الخلفي رح تشوف المثبت السرعة التفاعلي كل الأنظمة هذه أكيد أنها بتكون موجودة في سيارة عريقة مثل لينكن وخصوصا نتكلم على السيارة موجهة للشباب والجيل الجديد أو حتى للعوائل اللي بتكون صغيرة لو بناخذ شوية حقاق عن السيارة هذه فرح نشوف أن طولها تقريبا 5 متار و 8 سانتي القاعدة العجلات فوق الثلاثة متر شي بسيط وتعطي مساحة داخل السيارة بتكون جميلة ارتفاع السيارة ما هي من المرتفع جدا نتكلم على 177 سانتي ارتفاع السيارة جميل تتكلم على مترين وشي مع المرايا تقريبا 223 سانتيمتر هالشي يعني يعطيك السيارة يعطيها حضور جميل حتى داخل السيارة تحس أن السيارة فعلا شرحة وعريضة لو بنشوف مثلا تقدر تسحب في السيارة هذه أو تقدر انك تقطر لك مثلا سيارة رياضية تبي تروح فيها حلبة السباق أو تبي القارب أو تبي يخت صيرون فرح تقدر تسحب إلى 2540 كيلو جرام طبعا تانك البنزين حجمة ممتاز نتكلم على 76 لتر وطبعا أكيد زي هذي أي سيارة ثانية بيكون عندك أكثر من فئة من الأفيوتر فرح يكون عندك مثلا الأفيوتر الستاندرد عندك مثلا الأفيوتر الريزيرف الرقم واحد وفي عندك رقم اثنين طبعا كل واحد يكون فيه نفس مواصفات الأول اللي بتكون ستاندرد بالإضافة للمواصفات اللي تكون موجودة في الثاني لكن اللي أعلى واحد فيهم اللي هو البرزيدنشل أو الرئاسي اللي بيكون فيه شكله الخارجي مميز الشبكة الأمامية والإضاءة اللي بتكون فيه مميزة الخشب اللي موجود داخل الألوان الداخلية اللي بتكون موجودة ففعلا رح يحسسك أنك في قصر رئاسي صغيرون حق على قولتهم ويكند سريع تطلع فيه أنتو عائلتك حتى أسماء السيارة جميلة ريزيرف بريزيدنشل حتى المسميات جدا جميلة بدل بعض الشركات اللي يحط لك حروف ما تدري وش معناها وللي بيقول كم عدد الركاب اللي ممكن يركبون في السيارة هذه فتقريبا سبع ركاب اثنين في الأمام وثلاثة في الوسط واثنين في الخلف أو إذا كانت الكابتن تشير فرح يكونوا ست ركاب اثنين في الوسط أسعار السيارة بتكون لها اللي غالية جدا ولا هي باللي رخيصة جدا نتكلم تقريبا من في الكويت تقريبا من نهايات الثمانتعش ألف دينار لكن نتكلم على فئة فخمة نتكلم على لينكن نتكلم على أربعمائة أحصان خمسمائة وثلاثة وستين نيوتم متر العزم في السعودية يمكن تبدأ بحدود الـ 240-250 ألف ريال سعودي يعتبر نتكلم في الـ 2024 يعتبر إلى حد ما السعر لازال معقول بعض السعرات أسعارها صارت يمكن غير منطقية لأغلب الناس لكن نحن متعودين في الخليج أن السعرات الأمريكية الجميل فيها أنها لا توقفها إذا شريتها استخدمها سافر فيها لا توقفها حاول أنك تطلع كل فلس أو كل هالة اللي حطيتها في السعر لأنه فعلا رح تستمتع فيها مئات آلاف الكيلومترات والحلو الشيء الآخر الجميل في الموضوع أن وكلاء اللي كان في في الكويت في دول خليج كلهم يعتبرون وكلاء قويين فراح يكون عندك الدعم جدا ممتاز أكيد أن في بعض الأشخاص ممكن يكون حضردي أو ممكن أحد ساك سيارة عين أو واحد أنه قاعد يراق بك فتلقى أنه سارة كدامة تكون فيها مشاكل ما في شيء في هالزمن أو في هالدنيا كامل والكامل وجه الله لكن خذ إيجابيات وسلبيات في ناس يحب أنه ينتقد لمجرد الانتقاد ما في سيارة ما فيها عيب ما في سيارة ما فيها شيء مختلف عن السيارة الثانية ولكن تفرق من استخدامي لاستخدامك ممكن لو استخدمت أنا سيارة أقول عليها ممتازة بينما لو يستخدمها شخص ثاني بيقول صراحة السيارة هذه ما تسوى ولا فلس فتعتمد على تجربتك أنت الشخصية مهم جدا أنك تروح تجرب السيارة تسأل لو قدرت أنك تأجل السيارة يوم يومين تستشير خبراء أنا موجود اللي يحاب أن يتواصل للاستشارة بالعكس أبرك ساعة ونقدر أن نساعدك ونقول لك أن فعلا إذا كانت هذه السيارة تصلح لك أو أن نقول لك السيارة هذه ما تصلح لك أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في الملاح أو الأفياتر من اللينكن اليوم ونشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة قادمة من غربان في رمضان وفمان الله